بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب وطالبيات الصف الأول الثانوي مع حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية وفرع جديد من فرع اللغة ألا وهو النحو الحلقة الثانية مع بعض درسنا في الحلقة الأولى المستثنى بعد إلا في الحلقة هذه هنتحدث مع بعض عن المستثنى بعد غير وسوى وكذلك مع خلاء وعداء وحاجة ولكن في البداية نعونا أولاً نتعرف على هذه الصورة الصورة اللي واضحة قدام حضرتك نفس الصورة الأولى اللي درسناها مع إلا طيب هو عندي الأعواد قد اشتعلت بالفعل مع عدى عود واحد طيب هنستخدم أدوات للفثناء عندي بغير وسوى وكذلك خلاء وعداء وحاجة الطالب هيقول ما نجت الأعواد سوى عود واشتعلت الأعواد عدى عود يبقى هنا أنا خرقت العود الذي لم يشتعل من حكم الاشتعال أي حكم ما قبله طيب مع كل درس قلنا واتكلمنا عن نواتج التعلم الأهداف اللي من خلالها ببدأ أتحرك وذكر الدرس الأهداف عندي من نواتج التعلم الطالب أولاً كما قلنا يستنتج حكم المثثنة وكذلك يميز الفرق بين المثثنة منه والمثثنة ويحدد فيما يقرأ أركان أسلوب الالثثناء ويكتب تعليقاً على صورة مستخدماً أسلوب الالثثناء ويدرق قيمة التحدث باللغة العربية الفصحة طيب يلا بينا نبدأ الدرس بتاعنا طبعاً أسلوب الالثثناء يتكون من كما قلنا المثثنة منه بيقوم قبل الأداة أنا عندي الأداة هنا هتكون غير طيب المرة اللي فاتت كلمنا بالحلقة السابقة قلنا الأداة هتكون إلا يبقى المثثنة منه يكون قبل هتقولي قبل الأداة طيب المثثنة هيكون بعد الأداة عندي الأداة هنا هتقولي غير طيب هنا المثثنة هيكون كلمة عود يبقى عندي يتكون أسلوب الالثثناء من المثثنة منه يكون قبل الأداة وعندي الأداة وكذلك المثثنة بعد الأداة نهاردة هنتكلم عن الأسلوب الالثثناء المثثنة بعد غير وسوى يلا بينا مع بعض نبدأ نشوف مع بعض هنتعامل إزاي مع الدرس قلنا قبل كده أدوات الاستثناء حرف أو اسم أو حرف وفعل الحرف مع إلا الفعل هيكون خلا عدا حاشا طيب عندي هتقولي معايا على طول الاسم هتقولي غير وسوى يبقى غير وسوى هنا أسماء وهي من أدوات الاستثناء طيب نبدأ مع بعض نلاحظ معايا على الشاشة بعد كده هنبدأ نتكلم عن المثثنة بعد غير وسوى على طول ندخل على طول على الأمثلة معايا ونبدأ نشوفها نتعامل إزاي عايزك كما قلنا المرة اللي فاتت هنحضر مع بعض وراء وألم هتقولي لاحظ معايا ثواني هتقولي اشتعلت الأعواد إلا عودا نرجع للحالة الأولى خليك معايا كده لو سمحت هنرجع للحالة الكام هنرجع للحالة الأولى اللي درسناها مع إلا هتقولي ما فيش نفي إبقى إذن لا يوجد عندي نفي أول خطأ لتعلمنا في الحالة الأولى مع إلا طيب هنا هنغير إلا ونضع مكانها غير يبقى أنا هحزف إلا ووضع مكانها الأدات الجديدة معايا وهي غير طيب لاحظ معايا حرف الان اللي هعمله مع حرفت دلوقتي على الشاشة كلمة عودا أصبحت عودن يبقى أنا حزفت عودا وحولتها عودن أي تحولت من حالة النصب إلى حالة الجر طيب لاحظ معايا السهل نزل من عودن على عودن وبعد كده السهم تحرك من عودن على غير وقال لي إن غير أخدت مكان إلا معنى الكلام ده إيه خليك معايا كده معناها اللي بعد غير وسوى هيعرب مضاف إليه والاسم اللي هو غير وسوى هيعرب إعرب المثثنى بعد إلا يعني غير هتعرب إعرب المثثنى بعد مين بعد إلا يبقى أنا على طول أفكر معاك مع حضرتك وحضرتك الحالة الأولى خطأ صح يعني كلمة عودن مع إلا هتعرب مثثنى منصوب طيب معا غير هاخد إعرب عودن وخليه غير هو لا ياخد إعرب المثثنى بعد مين بعد إلا لكن بعد غير وسوى على طول هتقول مضاف إليه يلا نبدأ اللي بعده ونبدأ نشوف كده مع بعض اشتعلت الأعواد غير عودن نبدأ نطبق لما طبقنا الحصة الماضية واتكلمنا عن المثثنى بعد إلا نبدأ نتكلم مع بعض في عندي نفي هتقول بالطبع ما فيش نفي يبقى على طول خطأ صح هتقول ده الحالة الكام هتقول ده الحالة الأولى أي المثثنى هنا مع إلا أنا بتكلم مع إلا هيعرب مثثنى منصوب طيب دخل غير أو سوى مكان مكان إلا بعد غير أو سوى هيعرب مضاف إليه على طول طيب لو بعد غير أو سوى مضاف إليه هقول إعرب كلمة غير هنا هقول اسم منصوب على الافثناء هقول اسم منصوب على إيه؟ الاستثناء يبقى إذن كلمة غير هتعرب اسم منصوب على الاستثناء ليه؟ هتقول لإن ده الحالة الأولى أي تام مثبت الحالة الأولى هيكون إيه؟ تام مثبت طيب وحكمه هنا هتقول واجب النصب يبقى على طول أعرف كلمة عود بعد غير أو سوى هتقول لي بعد غير أو سوى مضاف إليه يبقى أنا عندي الحالة الإيه؟ الحالة الأولى خطأ صح نبدأ على طول ندخل على المثال التالي ونبدأ نشوف هنتعامل معاه إزاي؟ المثال بيقول جاء الطلاب غير خالدين على طول هحفظ معاك ومع حضرتك وحضرتك على طول القعدة فيه قبل جاءة فيه نفي هتقول لي لا لا يوجد نفي على طول هامل خطأ طيب المستثنى جزء من المستثنى منه؟ يعني خالد جزء من الطلاب بالطبع هتقول لي صح طيب نوع الأسلوب هتقول لي تام مثبت طيب حكمه هتقول لي واجب النصب طيب الاسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه ايه؟ الفتحة الظاهرة يبقى كلمة غير يرفع وينصب بالفتحة الايه؟ معاه في الاستثناء بالفتحة الايه؟ أو الرفع بالرفع أو النصب أو الجر بالظاهر طيب سوى بالمقدر لأن سوى تعرف إعراب الاسم المقصور وحضرتك هتدرسه إن شاء الله في الوحدة التانية طيب يبقى الحالة الأولى خطأ صح نبدأ مع بعض المثال بعد كده ما اشتعلت الأعواد إلا عودا دي الحالة الكام يا شباب هتقولي دي الحالة التانية اللي احنا درسناها مع إلا في عندي نفة أقول صح طيب صح وعودا جزء من الأعواد هتقولي صح صح يبقى أنا عندي كلمة عودا مع إلا هتعرف إما مستثنى منصوب أو بدل في الحالة دي بقى خليك معايا كده هبدل إلا بغير طيب قلنا أول حاجة هعمل علامة إن يعني إيه علامة إن إن بيقول إن عودا هتتحول إلى عودا أي المستثنى هنا هيكون نضاف إليه على طول بعد غير أو سوى طيب غير هتاخد إعراب المستثنى بعد إلا يبقى غير عندي إما هتكون مستثنى منصوب أو بدل بدل من مين؟ من الأعواد يبقى إذن هيكون غير هنا هتكون عندي بدل مرفوع وعلامة رفعه الضم يبقى الحالة دي كم يا شباب هتقولي دي الحالة التانية صح صح يلا معايا نبدأ ننظر إلى الحالة الثانية ما اشتعلت الأعواد غير عودا وما اشتعلت الأعواد غير عودا في عندي نفش والمستثنى جزء من المستثنى منه أعرفوا إزاي أحزف ما وغير كما قلنا قبل كده وأقرأ الجملة اشتعلت الأعواد عود طيب المعنى هنا في حصل عملية إيه؟ اختلال للمعنى طيب لو المعنى عندي مختل يبقى إذن عندي تام منفي طيب لو عندي تام منفي يبقى يجوز له وجهان اسمه ونصوب على الإفسسنى لي كلمة غير أو سوى أو بدل تمام؟ تمام يبقى عندي الحالة التانية صح صح نبدأ نتكلم عن الحالة الثالثة الحالة الثالثة عندي ما جاء الطلاب غير وغيره طبعا لسه في الحالة التانية ما جاء الطلاب غيره وغيره خالد نبدأ نتكلم مع بعض ما عندي نفل هتبقى صح والمستثنى جزء من المستثنى منه هتبقى صح صح في الحالة دي هقول نوع الأسلوب هتقول لي تام منفي أنا عندي اتنين صحي أنا عندي إعرابان الإعراب الأول هيكون مستثنى منصوب أو بدل تمام؟ نلاحظة كويس جدا يا شباب أتأكد إزاي؟ أحذف النفي وأحذف الأداة وقرأ الجملة المعنى استقام هيكون نقص المعنى اختل هتقول لي ده هنا تام ببساطة جدا جدا لما تلاقي نفي أحذف النفي أداة النفي وأحذف أداة الاستثنى وبعد كده أقرأ الجملة المعنى استقام هتقول لي ده ناقص المعنى اختل هتقول لي ده تام تمام كده يا شباب؟ نبدأ نتعامل مع الحالة الثالثة الحالة الثالثة عندي بيقول طبعا الاعراب عندي ما جاء الطلاب غيره وغيره خالد طبعا في الحالة الثانية هتقول لي غيره اسمه ونصوبه على الاتثناء وعلامة نصبي الفتحة وغيره بدل مرفوعه كما قلنا وعلامة رفع الضم الظاهرة وخالد في كل الحالات هتقول لي على طول مضاف إلي خالد على طول هتقول لي مضاف إلي بعد كده نبدأ نتكلم عن الحالة الثالثة ما اشتعل إلا عود طيب يبقى دي الحالة الثالثة فين حالة الثالثة معا الا عندي نفي على طول هنزل بالنفي يبقى عندي نفي صح هحزف هعمل حرف الان تاني أرجع لحرف الان بتاعي الجميل وابدأ أنزل عود في حالة هنا الرفع هتنزل على طول مضاف إلي مع غير أو سوى مضاف إلي طيب هحزف إلا وأضع مكانها غير طيب عود في الحالة هنا في المثال الأول ما اشتعل إلا عود قلنا في عندي نفي هحزف في النفي واحزف الاستثناء وقرأ الجملة اشتعل عود يعني المعنى هنا استقام اشتعل فعل وعود فاعل يبقى إذن على طول فعل وفعل على طول هتقولي دي الحالة التالتة ناقص من في تعرب حسب موقعها فين في الجملة يبقى إذن عود هتعرب فاعل طيب أنا عملت حرف ان وأمت رايح حزفت إلا وحطط مكانها غير وأقول ما اشتعل غيره عود في الحالة دية الطالب هيقول غير هتعربها حسب موقعها في الجملة وهي اسم تعرب حسب موقعها في الجملة هتقولي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم طيب اللي بعد غير أو سوى على طول هتقولي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر تمام نبدأ يشوف اللي بعده ما اشتعل غير عود كما قلنا على طول في نفي وعود هنا هتقول المستثنى ليس جزء من المستثنى منه هتقولي الحالة عندي ناقص منفي يعرب حسب موقعها في الجملة يبقى دي الحالة كام الحالة التالتة وفي كل الحالات المستثنى هنا هيكون مضاف إليه مجرور وعلامة الجر هتقولي بقى علامة جره إيه الكسر أو علامة جره الي طيب نخليك معاي كده عزيز الطالب اللي بعده نبدأ نشوف المثال ما جاء إلا خالد وما جاء سوى خالد قلنا دي الحالة الكام الحالة التالتة في خلال الحالة التالتة بقى نبدأ نتكلم ونقول ما جاء إلا خالد هتقولي جاء خالد على طول يبقى سوى هنا هتكون أعراب خالد هتقولي سوى هتكون فاعل مرفوع وعلامة رفع هنا هتكون إيه المقدر وهنا الحالة نوع الأسلوب هتقولي ناقص منفي وحكمه حسب موقع فين في الجنة تمام كده يا شباب تمام خليك معايا كده وسمحت يبقى أنا عندي مع غير وسوى الكلام سهل وبسيط الكلام عندي بيقول إيه بيقول أنا عندي تلات حالات الحالة الأولى هقول خطأ صح طبعا بعد غير وسوى على طول أحفظ على طول أحفظ بعد غير وسوى مضاف إليه على طول طيب أبدأ أتكلم مع نفسي وأقول غير أو سوى أعرب الغير أو سوى يعرب ما يعرب المستثنى بعد إيه تأخذ أعرب المستثنى بعد مين بعد إيه في الحالة دي أفتكر الحالات التلاتة الموجودة مع المستثنى بعد إيه طيب يبقى أنا عندي ما أغيره سؤال حالة الأولى هقول خطأ صح يبقى غيره هنا هتعرب مستسنى منصوب طيب لو صح صح هتقولي غير تعرب إما مستسنى منصوب أو بدل طيب لو قلت صح خطأ يبقى الحالة الثالثة حسب موقعها فين في الجملة سهل جدا وبسيطة وتقدر تتعامل مع أي سؤال ننظر إلى الشاشة كده مع بعض ونبدأ نشوف الجدول مع بعض قرأتوا الصحفة غير صحيفتين المستسنى منه الصحف المستسنى صحيفتين على طول كل أعراب المستسنى مع غيره وسوها تعرب إيه أقول لي طبعا كله بيتكلم معايا ويقول هيعرب عندي مضاف إلي طيب في عندي في الحال أو لا في نفي هتقول لي لا على طول بسهل وبسيط هتقول لي ده تم ومثبت يبقى نعرب غير اسم ونصوب على الاستثناء طيب لا أشتري كتب سوى الجيدة ولا أشتري كتب سوى الجيدة في كل حالات المستسنى مع غيره وسوى قلنا مضاف إليه يبقى كلمة الجيدة هتكون مضاف إليه طيب في عندي نفي أحزف لا وأحزف غيره أو سوى وقرأ الجملة أشتري الكتب الجيدة طبعا لو قلت أشتري كتب سوى الجيدة يبقى أنا عندي هنا أنا محتاج المعنى هنا هيكون عندي تام منفي يبقى في الحالة دي هتقول لي اسم ونصوب على الاستثناء أو بدل وما قلته غير ما يرضي ضميري في الحالة دي هتقول لي المستسنى منه محزوف وهتقول هنا الحالة التالتة ناقص منفي ليس للمرء غير العمل الصالح ركز بقى معايا في الحالة دي كده مع بعض هتقول لي ليس للمرء احنا اتفنى هيكون الحالة التالتة ليناقص منفي طيب غير هنا تعرب احنا أقول له اعرب الاسم طيب هنا هنعرف الجملة الزي بقى مع ليسة لو وجدت ليسة هتقول لي اسم ليسة هتقول لي اسمي ايه اسم ليسة مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضم تمام كده يا شباب؟ تمام؟ هيا بنا نطبق ما تعلمنا يبقى أنا عندي ثلاث حالات احطوهم في ذهني كويس جدا وأبدأ أتعامل مع الأسئلة مهما إن كانت درجة الصعوبة بتاعت السؤال عندي أقدر أتعامل معها بالورقة والألم أكتب خطأ صح يبقى عندي مستسنى منصوب الحالة الأولى تام مثبت صح صح أبدأ أقول هنا الحالة التانية هتقول لي تام منفي هتقول معايا إما تكون مستسنى منصوب أو بدل هتقول لي صح خطأ على طولة تقول لي دا الحالة التالتة ناقص منفي ويعرب حسب وقوع في الجملة طيب خليك معايا كده المثال بيقول حدد الجملة التي تشتمل على مستسنى واجب النصب جميل جدا قال إيه؟ مستسنى واجب النصب حكم واجب يبقى دي الحالة الكام على طول الطلبة يقول لي دا الحالة الأولى يعني إيه الحالة الأولى؟ لا تقول تام مثبت طيب يعني إذن هنحزف الجملة اللي فيها إيه؟ فيها نفي يبقى عندي رقم باء وعندي جيم هنحزف الجملة اللي فيها إيه؟ فيها نفي لأنه إحنا قلنا أنا عايز المستسنى واجب النصب طيب ابدأ ننظر إلى ألف ودال طبعا الامتحان اللغة العربية بيعتمد على الفهم القراءة يجب أن نقرأ الجملة كويس جدا جدا علشان نعرف نتعامل مع السؤال درجة الإجابة بتاعتك تكون صحيحة بنسبة أكتر من 70% أنك تقرأ السؤال بطريقة صحيحة المثال بقول إيه؟ السلام بكز معايا وقال غير ولم يقل غير السلام غير العالم للأفضل هنا غير دفعل وليست اسم يبقى أن أقول السلام غير العالم للأفضل يبقى إذن غير ليست بإيه؟ بإسم دفعل على طول هاحذف كمان الاختيار رقم ألف يبقى الإجابة عندي هي الاختيار رقم دال يبقى ما فيش عندي نفل وكمان كلمة صحيفة جزء من المستثنى منه والمستثنى منه إيه؟ موجود يبقى على طول الطالب هيختار الإجابة رقم دال المثال التالي لم يشترك في المؤتمر سوى دولة على طول كلمة دولة مضاف إليه كلمة دولة هتعرف مضاف إليه نبتي لكلمة سوى طيب في عندي نفي عندي نفي بقى أنا أتحدث عن إيه؟ الحالة كام؟ هتقول الحالة التانية أو الحالة التالتة على طول يبقى أنا عندي للحالة التانية والحالة التالتة لم يشترك في المؤتمر سوى دولة ما يزعر بنا تحته خط في الجملة السابقة سوى طيب لو أنا قلت كلمة دولة هل المستثنى جزء من المستثنى منه؟ أكيد المستثنى منه محزوف طيب يبقى أنا بتكلم في الحالة الكام؟ هتقول المستثنى منه محزوف يبقى بتكلم في الحالة التالتة في الحالة دي أعرب كلمة سوى يبقى من لي ما بيشتركش؟ سوى دولة طيب يبقى تعرب حسب موقعها فين؟ في الجملة يبقى إسمه ونصوه على التسنى ده أحزفه ومضاف إليه أنا بتكلم على دولة يبقى أكيد هاحزف كلمة سوى يبقى أنا عندي إما أكون فاعل إما أكون مفعول طيب يشترك ده فاعل أكيد الفاعل يحتاج إلى هتقول لي يحتاج إلى فاعل يبقى من لي لم يشترك؟ هتقول لي سوى دولة في الحالة ده هتقول لي فاعل في الفاعل هيكون فاعل مرفوع وعلامة رفع إيه؟ الرفع المقدر لأنه تعرب بعلامة إيه؟ مقدرة يبقى سوى هنا الاختيار عندي هيكون الاختيار أيضا عزيزي الطالب يقولي اختياره خمجين فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة ليه؟ لأن هنا اسم إيه؟ اسم مقصور طيب نبدأ اللي بعده يشعر بالرضا والسعادة كل إنسان غيره الحاقدة غيره والحاقدة طيب سيبنا شوية من غير نقتل كلمة الحاقد احنا قلنا اللي بعد غير على طول مضاف إليه؟ يعني اللي بعد غير هيكون الحاقدي طبعا ولك تخير من بين البدائل صوابنا تحته خط بالجملة السابق أكيد الجملة فيها خطأ وإحنا علينا إن احنا نبحث عن الإجابة الصحيحة طيب لما أبحث عن الإجابة الصحيحة الأول أشوفي الحالة عندي رقم كام؟ الحالة الأولى ولا التانية ولا التالتة؟ طيب أنا سهلتها لك خالص وبدأت معك وقلت لك يشعره يعني لا يوجد نفي إذا لم يجد الطالب نفي على طول هيرجع للحالة الكام؟ هيقولي الحالة الأولى الحالة الأولى هي تام مثبت يبقى إذن الإجابة على طول عندي إذا كانت تام مثبت أنا حافظ وقايل مع حضرتك منذ قليل اللي بعد غير وسوى مضاف إليه يبقى هبحث عن الاختيار إما يكون باء أو دال لأن الحاقي دي طيب غير على طول هتقولي ده تام مثبت يعني غير تعرب مستثنى منصوب اسمه منصوب على الاستثناء هيكون إيه؟ منصوب يبقى اختار غيره ولا غيره؟ لا على طول هتقولي غيره يبقى الإجابة عندي أكيد الإجابة رقم باء تمام كده يا شباب؟ تمام اللي بعده معايا الاستثناء بخلا وعدا وحاشا ببساطة جديدة جدا خليك معايا بقى كده بص لي كده لو سمحت أنا عندي المستثنى بإلا ده حرف غير وسوى اسم عندي خلا عدا حاشة تركز معايا قوي لأن خلا وعدا وحاشة سهلة جدا وبساطة بتألف كلمتين خلا عدا حاشة إما تكون حروف أو أفعال طب لو هي حرف جر أكيد اللي بعدها تقولي اسمها جرور طيب طب لو كانت فاعل في فاعل أكيد في فاعل والفاعل بتاعها بيكون مستتر اللي بعدها هيكون مفاعل به ابقى خلا عدا حاشة إما تكون حرف أو تكون فاعل طب خليك معايا كده على الشاشة ونبدأ نتكلم مع بعض عندي إما تكون أفعال أكيد هتسبق بما بما المصدرية يعني ماقول حضر الطلاب ما عدا محمدا هتقول لي ما هنا مصدرية عدا فعل مواضي جامد والفاعل دمير المستتر تقديره إيه هتقولي تقديره هو طيب لو أجدت مال مصدرية أنا بقول مال مصدرية وليست مال نافية لو أجدت مال مصدرية على طول يبقى ده فاعل وفاعل يبقى ده معايا الحالة الأولى فقط لي فاعل هتكون هنا فاعلة فقط طيب لو كانت فاعلة هتبقى محمدا منصوب لأنها تقول عندي محمدا هنا هتقولي مفعول بمنصوب علامة النصب الفتح طيب لو ما فيش عندي بقى ما لا توجد ما هتقول لي على طول عندي هنا ممكن اعتبرها فعل ممكن اعتبرها حرف حضر الطلاب عدا هتقول لي محمد أو محمدا طب عدا هتقول لي هنا اعتبرها فعل هقول فعل الماضي والفعل ده من مستطل كما قلت أو حرف جر طب لو كانت فعل هقول عدا محمدا طب لو كانت حرف هتقول لي عدا محمدا نركز في علامة الاعراض لو انا اعتبرتها فعل يبقى اللي بعدها منصوب لو جالك في الاختيارات هيقول لي ده فعل ولا حرف لو كان بعدها منصوب يبقى انا هنا هي فعل طب لو كان بعدها مجرور هتقول لي هنا هي حرف يبقى في الحالة دي هقول اختار محمدا اسمه مجرور او محمدا مفعول بمنصوب وعلامة النصب الفتحة ننظر الى الجدول اللي بعد كده الجدول عندي بيبين المفتسنة بعد خلا وعدة وحاشة قرأت كل الكتب خلا صفحتين او قرأت كل الكتاب خلا صفحتين طب خلا هنا لم تسبق بما يبقى انا عندي اختيار بيقول لي اما تعتبرها فعل او تعتبرها حرف جر يبقى خلا عدا حاشة طبعا لو انا اعتبرتها فعل يبقى اللي بعدها يعرب مفعول به طب لو اعتبرت خلا عدا حاشة حرف على طول اللي بعدها هيكون اسم مجرور طيب لو سبقت بما حلا واحدة فقط هي الحلاة اللي عندي هتقول لي ما خلا حاجة او ما عدا الذهبة هتقول لي في المثال هنا اللي بعد ما عدا او ما خلا هيكون مفعول به لانها سبقت بما المصدرين يلا بنا نطبق بسرعة مع بعض ونشوف مع بعض الامثلة المثال الاول بيقول اشترى زائروا معرضي القاهرة الكتب ما عدا طبعا زائروا معرضي الكتب ما عدا ما عدا اباءه هقول كتابا ولا كتاب ولا كتاب ولا كتابا وكتاب او كتابا وكتاب طيب هم رحوا فين رحوا المعرض معرض القاهرة طيب كل الجملة دي ما تلزمنيش خليك معاي كده مع مع عدا او ما خلا الجملة اللي بلاه كلها ما تلزمنيش في حاجة انا ببص على ما عدا سبقت بما طب لو سبقت بما على طول هنا تعامل معاملة الفعل هنا فعل ما المصدرية انا بقول ما المصدرية وليس اتمنى فيه خليك معاي عزي الطالب وركز جدا في الكلام طيب يبقى اذا اللي بعدها يكون الطالب على طول هيقول اللي بعدها يعرب مفعول به طيب الحالة اللي فيها حالة النصب ايه هتقول لي رقم الف طيب ما فيه في رقم دال حالة نصب وحالة جر هو هنا معناها بيقولك ان عدا هتكون تنفع فعل وتنفع حرف لا انا مش اختار الاختيار رقم دال طيب هيسأل ويقول ما فيه في حالة نصبه حالة النصب كتابا بس عزيز الطالب هو حط مع كتابا ايه كلمة كتابا يعني هو قصده بيقولك ان هنا ممكن اعتبرها فعل واعتبرها حرف لأنا باعتبرها حالة واحدة فقط وهي حالة الفعل يبقى ما يعرب بعد ما عادها تقول لي مفعول به المثال اللي بعده ونركز فيه جدا 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 مع بعض قال الشاعر واذا ما خل الجبان بارض طلب الطعنى وحده والنزلاء ركز معايا حدد الموقع الاعرابي لكلمة الجبان في البيت السابق خليك معايا كده وبص لي وركز معايا اوث معنى الجملة لو قلت خل البيت من الناس هل هنا خل حرف استثناء بمعنى الخروج يعني من خرط الناس من البيت ولا بمعنى فرغة يعني ما فيش حد في البيت اصلا يبقى المعنى هنا اختلف طب لو المعنى اختلف عزيز الطالب يبقى انا بعتبر خل هنا فعل عادي جدا بعتبر خل فعل عادي جدا فعل وفاعل يبقى اذا لازم انا شوف معنى الجملة او معنى البيت القدامي والشاهد القدامي هل معنى البيت هنا بمعنى الاستثناء ام الشاهد هنا بمعنى فعل عادي جدا بمعنى فرغة يقولك فرغة البيت من الضيوف او فرغة البيت من الناس يقولك ما خلى الجبان بارض يبقى هنا ليست بمعنى الاستثناء في الحالة دي عزيز الطالب ما يتصراش يقرأ الجملة كويس جدا يفهم معناها لان الاعراب فهم المعنى انا لازم ان انا بعرف افهم المعنى كويس جدا قبل ما اقوم بعملية الاعراب طيب في الحالة دي بقى عزيز الطالب طبعا هيقول هنا ليس بأسلوب استثناء اصلا في الحالة دي اقوم بايه بالاعراب العادي يبقى خلى الجبان اذا الجبان هنا تعرب طبعا تركت الفرصة لحضراتكم تجاوب على السؤال هتقولي على طول هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم طيب خليت معايا كده عزيز الطالب الخلاصة معايا الخلاصة معايا بتقول انا عندي المفتسنة بإلا وعندي بعد غير وسوى وبعد خلى وعدى وحشى خلى وعدى وحشى لو كانت حرف او كانت فعل لو كان حرف او فعل سهلة جدا وبسيطة مع خلى وعدى وحشى لو سبقت بميت تبقى ده فعل يبقى اللي بعدها ما فعل به طيب الاستثناء بإلا نركز مع بعض جدا عندي ثلاث حالات خطا صح تبقى تام مثبت في الحالة دي المستثنة منصوب صح صح لانا عن طول عندي هنا الحالة التانية تام منفي وهنا هيكون وهنا هيكون عندي تام منفي 없고 في الحالة دي هنقول لحالة التانية هنتبقى مستثنة منصوب أو بدل الحالة الثالثة صح خطأ هتقول لي ناقص منفي وهنعرف حسب موقعه في القوم إلى هنا أعزاء الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مع وعد بالقام آخر دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا